اشتركوا في القناة اللي تكلمنا بيها عن اللي هو الجهاز الهضمي ونهاية المحاضرة كانت تتعلق بالمعدة وطبقات المعدة والميكوزة احد الطبقات اللي يتغطي غشاء المعدة قلنا بشكل عام اللي القناة الهضمية ناخد مقطع عرضي بيها جميع اجزاءها رح تتكون من اربع اجزاء اه تغطي هذه القناة من الداخل من التجوية في الداخل اللي للخارج هي كالتالي الميكوزة والصب ميكوزة يعني الغشاء المخاطي والغشاء تحت المخاطي والمسكولار الغشاء العضلي والسيريارز اللي هو المصلي فاذن الميكوزة هو الغشاء المخاطي اللي يبطن المعدة اه من الداخل وهذا الغشاء يقابل تجويف الداخلي للمعدة نعم اذا بدايت المحاضرة هذا الغشاء رح اه يتغير اه يعني يتغير اه بالسمك من يلتقي يكون بال الغشاء اللي هو منطقة التقاء المريء بالمعدة وهنا راح تكون هذي الطبقة مغطاة بال السمبر اللي هي الطبقة النسيج الظهاري العمودي البسيط اللي يستند على الصفيحة القاعدية اكثر احتكاكي للطعام يكون في المعدة بالتالي فان تجويف المعدة يكون مغطات بخلايا مخاطية سطحية تغطي تجويف الداخلي للمعدة طبعا اه للقناة الهضمية او الجهاز الهضمي مجموعة من العضاء المرتبطة بالجهاز الهضمي العضاء الرئيسية المرتبطة بيه هي السيلفر ايقلاند مقطع الاسفل العضاء المرتبطة بالجهاز الهضمي اللي هي السيلفر ايقلاند اللي هي الغدد اللعابية والبنكرياس واللبر الكبد اضافة الى اللي هي المرارة. هذني الاعضاء المرتبطة بالجهاز الهضم. واضح هذني الاعضاء شباب. اعضاء رايسية المرتبطة بالجهاز الهضمي. عدنا السلبر وعدنا البنكرياس واللوبر اللي هو المرارة. ذني. لان طلبوا منك تعداد فقط وفراغات فقط اربع عناصر. واضحات شباب. واضحة ذني. العضاء المرتبطة بالجهاز الهضمي. يعني هنه هنه مو اجزاء من الجهاز الهضمي وانما اعضاء ملحقة بالجهاز الهضمي. اللي هي السلبر قلاند. والبنكرياس والكبد. والمرارة. واضح شباب. ذني. اه هسه كل واحدة منعتهم. فاتجاز عن. يعني ما تنتج هذي العضاء. هذه العضاء تنتج مواد تساهم في عملية الهضم. هضم الغذاء الداخل الجسم. اه النواتج اللي يعني النواتج كأنه هرمونات او اه اي نواتج تساعد على هضم الغذاء اللي يكون داخل القناة الهضمية. الوظيفة نتكلم عن الوظيفة الرئيسية للهضمي. الوظيفة الاساسية. لي. اللي. اللي. منكشن. اوف ذا سيلفر رجلانت. هو. ترطيب. وتلين الطعام كذلك ترطيب الغشاء المخاطي أو الطبقة المخاطية المبطنة للفم بالفم رح يهدث هضم جزء الكاربوهدريت وكذلك هذا بالفم إضافة إلى هضم الليبت دهون بواسط أنزيم واللهبيز هذا الأنزيم يعمل على هضم وتفكيك الكاربوهدريت واللهبيز يعمل على هضم الليبت الدهون واضح شباب واضح شباب إضافة إلى إفرازات إفرازات ساهم في العملية المناعية مثل إفراز الليزازون الليزازين واللاكتوفرين الليزازين واللاكتوفرين هذه تساهم في العملية المناعية أي بمعنى أنه تحارب المواد الضارة يعني البكتيريا أو اللي قد تدخل مع الغذاء البنكرياس أيضاً أحد أعضاء المرتبطة بالجهاز الهضمي رح يفرز أنزيمات هاضمة داجستب أنزيمز هذه الأنزيمات الهاضمة رح تصل إلى الأمعاء الدقيقة small intestine وهذه الأنزيمات أو الهرمونات تحديداً تكون مهمة في عملية الميتابوليزم وكذلك مهمة بالتالي في امتصاص الغذاء داخل القناة الهضمية وتعديداً داخل الأمعاء الدقيقة إذن البنكرياس إفرازات البنكرياس من الأنزيمات والهرمونات هي مهمة في عملية الميتابوليزم اللي تحصل للغذاء أيضاً عملية الأبزوري اللي هي عملية امتصاص المواد الغذائية الفنب أو الصفراء صار الصفراء اللي موجودة تحديداً أسفل الكبد هذه مهمة وتقع عميتها في عملية هضم وامتصاص الدهون هضم وامتصاص الدهون إذن أهمية إفرازات البنكرياس من هرمونات وإنزيمات اللي تصل للمعاء الدقيقة هي مهمة في عملية الميتابوليزم وكذلك عملية الأبزوري اللي هي عملية هضم المواد الغذائية أما الصارة الصفراء فرازاتها تكون مهمة في عملية هضم وامتصاص الدهون واضحة شباب واضحة عزيزي هذا السكشن واضح نعم بسور بالكبد طبعاً الكبد أحد أحد العناصر هو أحد مكونات المهمة اللي مرتبطة بالجهاز الهضمي الكبد يلعب دور في هضم الكاربوهيدرات والبروتينات اللي تدخل مع المواد الغذائية كذلك مهم جداً في تطبيق المواد السموية مهم جداً في معالجة وتثبيط تخليص الجسم من المواد السموية وكذلك ينتج العوامل اللي ضمنها البروتينات اللي تساهم في في عملية تخثر الدم إذن الكبد مهم دوره مهم في هضم الكاربوهيدرات والبروتينات إضافة إلى تخليص الجسم من المواد السموية وإنتاج بروتينات البلازمة اللي تلعب دور مهم في عملية تخثر الدم واضح هذا المقطع شباب لو عيدة شباب واضح حسين عباس شارة قصي نور عبد السلام واضح دكتور عيدة نعم تكلمنا عن الأعضاء المرتبطة بالقناة الهضمية هذه الأعضاء هي كالتالي هي السيلبر غوذد اللعابية بنكرياس الكبد والقلبلدر اللي هي المرارة ذن الأعضاء نحفظهم ذن أعضاء مرتبطة بالقناة قناة الهضمي هسا نتكلم عن ملخص لإنتاج كل واحدة منهم كل واحدة منهم شنو دورها وشنو المواد اللي تنتجها اللي بالتالي هي تكون ذا فائدة للجسم في عملية الهضم أو مساعدة في عملية هضم الطعام طبعا كل هذه الأعضاء هي مهمة في عملية الهدور مهم في عملية نقل وهضم الطعام عملية مهمة في عملية نقل وامتصاص الطعام بشكل عام عندما نتكلم عن الوظيفة الأساسية وظيفة الأساسية للسيلبر للغدد العابية ووظيفتها اه الاساسية هي ترطيب هي ترطيب وتليين الطعام ترطيب وتليين الطعام وكذلك ترطيب الغشاء المخاطي الموجود في الفم. اذا وظيفة الاساسية هو تليين وترطيب الطعام اضافة الى ترطيب الغشاء المخاطي الموجود في الفم او المبطن للفم. عملية هضم الكاربوهيدرات والدهون ايضا الكاربوهيدرات اه المواد الكاربوهيدراتية تبدأ هضمها الاولي في تجويل في الفم نتيجة الارتباط عناصر الكاربوهيدرات باللعاب. فيبدأ هضم جزئي لكاربوهيدرات في الفم. يقوم الامليز انزيم الامليز على هضم يعمل على هضم الكاربوهيدرات. الامليز انزيم الامليز هو اللي يرتبط بالكاربوهيدرات ويعمل على تبكيكة وهضم. اما اللايبيز انزيم اللايبيز يقوم بهضم الدهون الليبيز. واضح? كما هناك افرازات او مكونات اه يعني مناعية اي لها اه وظيفة مناعية من ضمن هذه المكونات هي اللايزوزون واللوكتوفرين. ثني العنصرين او الانزيمين مهمات في العملية المناعية اي هنا يرتبطا بالتخلص الجسم من البكتيرية او النواتج البكتيرية اللي تدخل قد تدخل معه الطعام. البنكرياس كعضو افرازي يعمل على افراز الانزيمات الهاضمة. الى داخل السمول الى داخل القناة الى داخل الامعاء الدقيقة. افرازات البنكرياس اللي تضمن انزيمات وهرمونات لتفرزها اه غذة البنكرياس تنتقل الى داخل الامعاء الدقيقة. وهنانا بداخل الامعاء الدقيقة يبدأ عملها. اه مهمة انزيمات الفرازات البنكرياس مهمة في القيام بالميتابولزم عمليات الايضية ايضا مهمة في امتصاص او الساعد في عملية امتصاص الطعام. فرازات البنكرياس مهمة في الميتابولزم ومهمة في عملية امتصاص الطعام. اما او المرارة مهمة ايضا الهدور مهم في عملية افراز وامتصاص الدهون. المرارة الهدور مهم كاحد العناصر مترطة في جهاز هضمي. دورها تساهم في عملية اه هضم وامتصاص الدهون. الكبد. الكبد. اه طبعا هو الكبد هو يعني راح يخزن ويعني تتركز وخز يعني ينخزن المادة الصفراء في العصار الصفراء الموجودة اه يعني ضمن او اسفل الكبد. الكبد الى دور مهم الكبد الى دور مهم اه في هضم الكاربوهيدرات والدهون. ايضا الى دور مهم في تخليص الجسم من المواد السمية. تخليص الجسم من المواد السمية وكذلك الدراكس الادوي اه او التراكيز العالية من الادوي. ايضا اه يعمل على تصنيع اه او الصناعة البروتينات البلازمة. وهذه بروتينات البلازمة من تصنع راح تلعب دور مهم في عملية تخثر الدم. واضحة شباب? رابحة دكتور. نعم. ننتقل السيلبر قلان اللي هي اه اه العنصر الاول من العناصر المرتبطة بالجهاز الهضم. بعد تذوق الطعام. راح يختلط. اه مع اللعاب. وهذا اللعاب يعمل تعمل على افراز مجموعة من الغدد الموجودة في تجويف الفم. اه بالاضافة لهذه الغدد هناك غدد اه كثيرة وصغيرة كثيرة تفرز اللعاب. الغدد موجودة ايضا لتساهم افراز اللعاب هنا تلاث غدد اه تلاث غدد اساسية او رئيسية تلاث غدد رئيسية. هاي الغدد اللعابية هي اللي هي الغدد النكفية والصاب من دبلر اللي هي الغدد تحت الفك السفلي والصاب من قول اللي هي الغدد تحت اللسانية. ايضا 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 اضافة الى وجود غدد صغيرة مجموعة من غدد صغيرة اللعاب يفرز ايضا من الغدد اللعابية الثلاثة الرئيسية اللي هنه الغدد النكفية والصاب من دبلر الغدد تحت الفك السفلي والصاب من قول اللي هي الغدد تحت اللساني. واضح شباب الغدد اللعابية الثلاثة واضحة. واضح ركتور. اذا جتنا تعداد واضحة. نكفية غدد نكفية وغدد تحت الفك السفلي والغدد تحت اللساني. اه شباب. واضحة. اي دكتور. اعم دكتور. واضح. نعم. هسة الغدد اللي هنكفية. طبعا اه هي اكبر ازواج اكبر اجزاء. او اكبر اجزاء الغدد العابية هذه الغدة. وتقع على الجانبي الوجه. تقع على في جانبي اه الوجه. اه اسفل اسفل اه يعني اسفل اه الاثنين. الغدة اللي هنكفية. اه يعني تحاط او تقع في اه تجويف او خدود. هذا راح اه تنتفق هذه الغدة. في حالة الانفكشن في حالة الاتهاء. راح تنتفق. هذا يحصل عند اه حالة مرضية تعرف الممس. الممس هو النكاف. في حالة اه اصابة بالنكاف. راح تنتفق هذه الغدد وبالتالي تملأ التجويف اللي موجود فيه. وتعرف هذه الحالة المرضية بالنكاف. ايضا الغدة التحت الفك السفلي. الغدد تحت الفك السفلي. هذه الغدد راوندد اه انشب. غدد اه شكل اللي هيكون شكل مستدير. وتقع بال اه تقع بال جانب الداخلي لي اه عظم الفك السفلي. الجزء الداخلي او جانبي لي عظم الفك السفلي. اه ترتبط بيها او تقع امام العضلة تقع امام اه عضلة اه العضلة البارزة للفك. تقع امام عضلة الفك. هذه الغدة. في حين انه الغدة الغدد تحت اللسانية. الغدد تحت اللسانية تقع مباشرة تحت الغشاء المخاطي. اللي اه يغطي اه منطقة السفلة تحت اللسان. غدد تحت توضيحي. وضح انه هذه الغدد. هذه الغدد. الغدة النكفية تقع. امام واسفل الاذن. طبعاً بالجانبين. على جانبي الوجه. هذا مقطع طولي. ما اخذ احد جوانبي الوجه. هذه هي الغددد قلاند. وهذه هي الدكت اللي تنقل الفرازات الغدة اللي كافية. الى داخل تجويف فمي. عندنا هاي الغدد اللي تحت اللسانية. هذه الغدد اللي تحت اللسانية. وهذه الغدد اللي الغدد اللي تحت الفكية. هذه انواع الغدد الرئيسية اللي تفرز اللعاب اثناء عملية النظر او اثناء عملية هضم الطعام. تعمل ايضاً على الهضم الجزئي للطعام. داخل تجويف الفم. واضح هذا الشكل الطلاب. هذا الشكل للطلع. واضح? واضح عزيزي. واضح تكتور. واضح تكتور. الغدد الرئيسية للسيلفر منو هذي الغدد؟ سؤال. اه دكتور الباروتايت بقلاند وسبمانزبولار وسبلنجوال. جيد. جيد. زين الاعضاء المرتبطة بجهاز الهضمي. منو هاي العضاء. سارة قصي. نور عبد السلام. طيبة سعد. موجودين. نور دكتور العضاء المرتبطة اللي هي البن كرياس والكبد. نعم. والسفراء او او الغدد اللعابية ايضا. نعم. تمام. ننتقل. ايضا للجزء الاخر. الخلايا لخلايا الافرازية. خلايا الافرازية قد تكون سيريوس او ميكوزي. قد يكون النوع المصلي. يعن الافرازات تكون مصلية او الافرازات تكون مخاطية. خلايا الافرازية الموجودة عندنا قد تكون افرازاتها مصلية او مخاطية او تكون مصليه مخاطية. واضح عن خلايا الفرازية أما تكون مصدية أو مخاطية أو مكسد مصدية مخاطية تكون خلايا فرازية تفرز الموسين المخاط تفرز الموسين المخاط هذا هذا المخاط هو عبارة عن سائل مائي يحتوي على أنزيم يحتوي على أنزيم الخلايا اللي تفرز أو الخلايا الخلايا النكفية هي من نوع واضح إذن نوع الإفراز إلها هو هي خلايا مصلية تفرز المواد المصلية أما تكون نوع الخلايا مصلية مخاطية واضح الغدد النكفية هي خلايا مصلية في حين الغدد تحت اللسانية هي خلايا مصلية شباب الخلايا الإفرازية هي أنواعها أما تكون مصلية أو مخاطية أو قد تكون مصلية مخاطية واضح شباب الصوت واضح واضح دكتور الغدد الفرازية تكلمنا عنها يأما تكون مصلية أو مخاطية أو مصلية مخاطية واضح السائل المكس المخاطية هو عبارة عن سائل آآ مائي آآ تفرز السائل المصلي الغدد تحت اللسانية هي مصلية مخاطية النوع يعني تحتوى عن نوعين مصلية مخاطية واضح شباب الخلايا المصلية الخلايا المصلية عددها أكثر من الخلايا المخاطية بمعدل أربعة إلى واحد الخلايا المصلية عادة الغدد الإفرازية الخلايا المصلية عادة عددها أكبر من الخلايا المخاطية بمعدل أربعة إلى واحد واضح الغدد تحت اللسانية هي غدد مخاطية تحتوي على الخلايا المخاطية إذن الغدد الفكية الغدد العفو النكفية غدد مصلية والغدد تحت اللسانية هي مصلية مخاطية والغدد تحت اللسانية الغدد النكفية هي غدد مصلية الغدد تحت الفك السفلي هي غدد مصلية مخاطية والغدد تحت اللسانية هي غدد مخاطية واضح شباب؟ هذا السكشن واضح أريدك تفهم لي هذا الشي إنه أكو غدد مصلية وأكو غدد مخاطية أكو غدد مصطية مخاطية الغدد الخرناء هذن الثلاثة من يانو نقول الغدد النكفية هي غدد مصطية من نوع مصطي الغدد تحت الفك السفلي غدد مخاطية مصطية الغدد تحت اللسانية هي غدد مخاطية واضح واضح عزيزي واضح دكتور البقية واضح بقية الأعضاء بقية الأعضاء المتبطة بجهاز الهضمي اللي هن الكرياس كذلك المرارة إن شاء الله نأخذهن في محاضرة لاحقة نتكلم عن الأمعاء الدقيقة والأمعاء الدقيقة باحتبارها أحد الأعضاء هو أحد مكونات القناة الهضمين أحد مكونات رئيسية القناة الهضمين طبعا تبدي موقعها مباشرة بعد المععدة في الأمعاء الدقيقة يتم عملية الهضم الهضم بشكل أكبر وبشكل واسع يعني تسعين بالمئة من المواد من الطعام اللي يدخل القناة الهضمية رح يكون هضمة وامتصاصة داخل النواتج product of digestion يعني المواد أو المنتجات الهضم رح تكون تحديدا في الأمعاء الدقيقة تسعين بالمئة من المواد الغذائية داخل القناة الهضمية تمتص داخل الأمعاء الدقيقة عن طريق الأبزورب سير اللي هي الخلايا الامتصاصية الموجودة ضمن طبقات جدار الأمعاء الدقيقة طول الأمعاء الدقيقة طبعا الأمعاء الدقيقة تحاط بخلايا بطانية طول الأمعاء الدقيقة حوالي 5 متر وأجزائها هي كالتالي طولها 5 متر وأجزائها هي الأجزاء الثلاثة أمام اللي هي دودينام الاثنى عشر والجوجينيوم اللي هو اللفائفي والإيليوم اللي هو الصائم واضح شكوة هذه الأجزاء الثلاثة يعني تركيبها النسيجي أو المكون النسيجي لها هو مشابه هو مشترك أو متشابه بين هذه الأجزاء الثلاثة إذن الامعاء دقيقة هي من يقوم بعملية الهضم أي هضم المواد غذائية أو ما يعرف بالproducts of digestion أو منتجات الهضم يتم هضم وامتصاصها داخل الامعاء نتيجة الاهتوال الامعاء على الabsorbed by cells اللي هي الخلايا الامتصاصية تبغطى الامعاء وتبطن بنسيج ظهاري طبعا نسيج ظهاري عمودي راح نتكلم عليه اللاحقا طول الامعاء يصل إلى حوالي خمسة متر أجزاء الامعاء الدقيقة هي الدودينام والجوجينيوم والإيليوم هذه الأجزاء الامعاء الثلاثة طبعا تركيبها النسيجي هو مشترك الامعاء واضحة واضحة شباب هي واضحة دكتور من يقل لي أجزاء الامعاء دقيقة منهم شنو الاثني عشر واللفاء في وصائم جيد جيد سؤال هذا ليس سمو صائم الإيليوم دكتور لأن الإنسان لما يموت يكون فارغ يعني ما بأي شيء ما بلا الطعام ولا أي بضل أكثر وقت من من بعملية تشريح و نخذ عيني فيكون هذا الجزء هو فارغ فتعبير مجازي يسموه الإيليوم أو الصائم نعم بس المعلومة نواتج البنكرياس صب الامعاء الدقيقة تحديدا بأي جزء من دن الثلاثة بنكرياس مو يفرز هرمونات تحديدا إنسولين صح دولا بل جيدنا منو متكلم جوا يتكلم زهراء لا نعم شباب بنكرياس إفرازات بنكرياس بأي جزء تقع تنتقل إلى أي جزء من دن الثلاثة لأمانكم أي جزء تتوقع باللفائش لا بده دنيوم بالاثنى عشر تمام الميكوزة ننتقل إلى الغشاء المقاطي الآخر اللي هو الغشاء اللي يبطن تجويف الأمعاء وهو يقابل الجزء الداخلي أو جوف الأمعاء الدقيقة جاء نتكلم عن الأمعاء الدقيقة عند الفحص المجهري يعني تظهر اللامعاء الدقيقة تصفر بطانة اللامعاء الدقيقة وهي تحتوينا على مجموعة كبيرة من التجاعل أو الطيات اللي تكون أشبه بالشكل الدائري أو الشكل اللي شبه الهلالي شكل الدائري أو الشكل اللي شبه الهلالي هذي التجاويف اللي موجودة بالأمعاء راح تتكون من الغشاء المقاطي والتحت المقاطي تكون من الغشاء المقاطي وغشاء تحت المقاطي هذا الغشاء المقاطي المقاطي يكون واضح في الجيجينيوم في اللفاء فيه تكون أكثر كثافة للغشاء المقاطي في الأمعاء الدقيقة أكثر كثافة له هو في الأمعاء الدقيقة الغشاء المقاطي في هذه المنطقة في الجزء المبطن الأمعاء في هذا المنطقة يعرف بالفيليا أو الزغابات نلاحظ أنه الأمعاء الدقيقة البطانية الأمعاء الدقيقة اللي يغطيها الغشاء المقاطي هذه الطيات أو الإنحناءات تعرف بالفيليا أو الزغابات طبعا هذه الزغابات المعائية موجودة داخل أمعاء الدقيقة تنطين مساحة امتصاص أوسع للقيام بعملية خضم وامتصاص المواد الغذائية واضح تقع داخل تجويف الأمعاء طبعا هي كتراكيب تراكيب يعني تركيب النسيجي اللي هو هذه الزغابات هي تتكون من المكون لها هو النسيج الظهاري العمودي يعني مجموعة من الخلايا العمودية تصطف وتنطين بالتراكيب تنطين الزغابات هذه الزغابات تغطى من الخارج برشاء مخاطئ طبعا تساهم بعملية الامتصاص وهذه الخلايا تعرف بالانتريوسايت أو الخلايا المعوية الخلايا المعوية إذن بطانة الامعاء تحتوينا على عدد هائل من الزغابات هذه مغطات بنسيج مخاطئ بغشاء مخاطئ هذا الزغابات المكون الأساسي لها يعني نتكون هذه الزغابات بالأساس اللي هو النسيج الظهاري العموية هي وظيفتها تعاد ك تعد كخلايا امتصاصية تعاد كخلايا امتصاصية يعني مهيئة لامتصاص المواد الغذائية اللي تدخل لتجويف الامعاء تعرف أيضا باسم بالإضافة إلى أنه خلايا امتصاصية تعرف باسم الانتريوسات اللي هي الخلايا المعاودي واضح شباب واضح واضح عزيزي واضح دكتور تمام أيضا تداخل مع هذه الخلايا مع هذه الخلايا المتصاصية أو الخلايا العمودية أو النسيج العمودي كل مجموعة كل صف من مجموعة من الخلايا الامتصاصية نلاحظ بيناتها أكو خلايا خلايا يعني تكون دورقية الشكل عادة تعرف بالقبل السير الخلايا الكأسية قبل السير هاي خلايا بينية تقع بين الخلايا العمودية المكونة للذيلي تعرف هذه الخلايا بالقبل السير اللي هي الخلايا الكأسية هي خلايا وحيدة الخلايا هي خلايا وحيدة أيضا خلايا إفرازية خلايا إفرازية الفيليوس أو كل كل زغابة كل زغابة طبعا مكونة من نسيج ضام مفكك نسيج ضام مفكك يستند على الصفيحة يعني الصفيحة الداخلية للنسيج وكذلك تحتوي أيضا على الفايفر بلاست والسموك مستوز والليمفوسايد والبلازم سيل وأيضا الكابلاريز والسنترال اللي يعرف باللكتر كل فيديو تحتوينا على نسيج ضام مفكك مستند على الصفيحة الداخلية والصفيحة الأساسية أيضا تحتوينا على الفايفر بلاست الأورمات اللي فيه وأيضا على ألياب العضلات المتساء وعلى اللمفوسايد اللي هي الخلايا اللي فيه والخلايا البلازمية أيضا تحتوينا على أوعدة موية وتحتوينا كل هذه تعرف باللكتر باللكتر السبب وجود اللي لازم سيل خلايا البلازمية هي القيام بالوظائف الدفاعية واضح شباب واضح واضح هذا المقطع لو عيدت نعم الغشاء المخاطب يغطي هذه الطيات المبطنة للأمعاء اللي هي الزغابات طبعا بطانة المعاء المواجب تجوي في الأمعاء تحتوينا على العديد من الزغابات هذه الزغابات بالأساس هي مكونة من نسيج ظهار عمودي بسيط نسيج ظهار عمودي بسيط واضح أي مكون من خلايا عمودي بسيط صف واحد من الخلايا العمودي يحيط بها من الخارج أو يغطيها من الخارج هو غشاء مقاطب هذا هو تركيب كل زغابة بين هاي الخلايا العمودي يلاحظ وجود القوبل السيط الخلايا الكأسية بين هاي الخلايا العمودي الصف والخلايا العمودي يلاحظ كل مسافة مسافة معينة من خلايا العمودي يلاحظ وجود خلايا مخبوطية الشكل تعرف القوبل السيط الخلايا الكأسية طبعا هاي خلايا أفرازية أيضا تحتوينا كل بيلياس كل زغابة كل زغابة ايضا تحتوينا على الـ loss connect تشوف نسيج النسيج الضام المفكك اللي يستند على الصفيحة الاساسية ايضا تحتوينا على الـ fiber blast الـ quromat اللي فيه والـ smooth muscle fibers اللي هي الياف العضلات المجساء والـ leuphocyte ايضا الخلايا اللي فيه والـ بلازمة سيء الخلايا بلازمين الخلايا لمفية والخلايا بلازمين وضيبتها دفاعية وضيبتها دفاعية يعني تخلص الجسم من المواد الغريبة والبكتيريا اللي تدخل ممكن انه تدخل اثناء او تدخل مع طعم ايضا تحتوينا على الـ capillaryz شعيرات دموية والـ central lymphatic يعني المراكز آآ لمفية هذه المراكز المراكز المفية تعرف بالـ lepto واضح؟ اكو تقع بين الفيليا يعني فتحات او تجاويف آآ يعني مبوبية فتحات آآ مبوبية للداخل تسمى بالـ intestinal glands آآ او الكريبيز الكريبيز اللي هي آآ يعني المخادع او الخبايا او تعرف بالغذد المعويه فالتجاويف داخلية عموبية الشكل تعرف بالـ intestinal glands او الكريبيز اللي هي الغذد المعويه او تعرف بخبايا آآ ليبركوم على خبايا او تجاويف ليبركوم آآ طبعا هذه مبطنة بغشاء آآ نسيج ظهاري وآآ آآ ايضا المنطقة اللي مرتبة اللي تتكون من نسيج ظهاري تعرف من الظاهر من الخارج اللي هي مطبقة او تعرف بالبروش او الفرشات يعني الطبقة الظاهرية الها او التركيب الظاهرية الها اشبه بالزوائد البروتوبلازمية سواء الزوائد البلازمية اللي شكلها مشابه للبروش او مشابه للفرشات هذي طبعا التركيب الظاهرية اللي يكون بصف واحد او صف متساوي داخل تجويف الامعاء تعرف بالبروش واضحة واضحة عزيزي لو عيدها ناشا باطل نور عادل طيبة ساعدة زهراء عباس واضحة عزيزي يعني هسة الامعاء لازم نفهم انه هي احد اجزاء الامعاء الدقيقة جايتكلم عنه small intestine هي احد اجزاء القناة الهضمية اغلب عملية هضم وانتصاص البروش او المنتجات الهضمية تحصل داخل الامعاء الدقيقة واضحة داخل الامعاء الدقيقة طبعا هي مبطنة بالداخل بتراكيب او بروزات او متؤات تعرف بالزغابات هذه الزغابات وظيفتها زيادة مساحة الامتصاص مساحة صبحية الامتصاص اجزاء الامعاء هي الدينام الجنجنيام والإيليام دين الاجزاء الثلاثين ما مكونن من ثلاثة اجزاء اللي هنه الاثنين عشرين واللفائفي والصائم التركيب او التركيب النسيجي اللي هنه هو تقريبا مش شابه بالاجزاء الثلاثين الطبقة الاولى المغطة للمعاء من الداخل اللي هي مواجهة هو الميكوزة الغشاء المخاطي طبعا راح يتكون من السلسلة من الطيات الصغيرة اللي هي تكون تركيبها شبه دائري او شبه هلالي تعرف بالفليا او الزغابات التركيب النسيجي لها هاي مكونة من الصف واحد الزغابات كل زغابة مكونة من الصف واحد من السيمبل كلومنال أبيثيريوم من نسيج ظهاري عمودي اه بين هذه الخلايا العمودية راح نلاحظ وجود خلايا اه افرازية واحدة الخلية تعرف بالغوبلت سيار اللي هي الخلايا الكأسية اه ايضا الترتيب اضافة الى هذه ممكن نلاحظ انه البيلياس راح تحتوينا على نسيج ظهاري اه نسيج ظهاري اه نسيج غام مفكك ايضا تحتوينا على الفايبروبلاست والسموت اه وتحتوينا على الليمفوسايت والبلازم السير ايضا تحتوينا على الكابلاريز وهذه كلها تعرف باللكتر ايضا بكل من هذه الزغابات توجد تجاويف للداخل بينها الزغاب توجد تجاويف او للداخل تعرف تركيب انبوبية تعرف ب الهدد المعاوية او تعرف بخضايا هذا اهم ما موجود بهذا السكشن واضح واضح عزيزي ايه دكتور واضح نعم ايضا توجد المتروفيريا اللي هي الزغابات الدقيقة هي بروزات سيتو بلازمية بروزات سيتو بلازمية القمة القمة لها او تركيب القمة لها يعني حجمة تقريبا واحد مايكرو عدد هذه الماكروفيريا عددها حوالي 3000 مايكروفيريا اللي كل واحد مليمتر مربع ايضا الغشاء المخاطئ او السطح المخاطئ لها يحتوينا على حوالي 200 مليون من هذه التراكيب الدقيقة وهذه كلها هي لزيادة السطح السطح اللي يتصل او سطح الملاسق لتجويف الامعاء وبالتالي السطح اللي ممكن ترتبط بالمواد او العناصر الغذائية واتتم عمليات الهضم والامتصاص ايضا تزيد المساحة السطحية لامتصاص المايكروفيريا راح تزيد من المساحة السطحية بوجودها بوجودها راح تزيد حوالي عشرة اضعاف المساحة السطحية بوجودها راح تزيد عشرة اضعاف بوجود الفيريا مساحة السطحية راح تزداد بوجود الزغبة مساحة السطحية راح تزداد مساحة الامعاء الدقيق راح تزداد حوالي عشرة اضعاف بوجود المايكروفيريا المساحة السطحية راح تزداد عشرين ضعف عشرين ضعف أيضاً المساحة الصطحية الإجمالية بشكل عام مساحة الصطحية الإجمالية بشكل عام راح تكون حوالي 200 متر مربع بلمعات دقيقة مساحة الامتصاص الصطحية مساحة الامتصاص أو منطقة الامتصاص بالإجمال داخل الامعات دقيقة هي راح تكون حوالي 200 متر مربع داخل الامعات الدقيقة واضح شباب؟ واضح عزيزي؟ واضح شباب؟ واضح دكتور نعم الغداد المعاوية الغداد المعاوية أيضاً تتميز بوجود خلايا وأنواع من الخلايا وجود أنواع من الخلايا تكون على مجموعة أو أنواع من الخلايا الامعات الدقيقة راح تكون على أنواع من الخلايا راح نتكلم عن أهم أنواع الخلايا الموجودة داخل الامعات الدقيقة النوع الأول اللي هو الخلايا المعاوية النوع الأول خلايا المعاوية هذه الخلايا المعاوية هي هي خلايا امتصاصية تعمل على امتصاص المواد الغذائية هي شنو عبارة عن خلايا كلومنال سيرس اللي هي خلايا عمودية طويلة خلايا عمودية طويلة تحتوي أن كل وحدة منها على نواات هذه النواات تقع في قاعدة أو في طبعا نواات بيضوية الشكل نواات تحتوينا على نواات بيضوية الشكل أو بلول نوكلوس وتقع في الجزء القاعدي من الخلية إذن النوع الأول للخلايا الموجودة داخل الأمعاة الدقيقة الأمعاة الدقيقة بها أربع نواع من الخلايا المميزة النوع الأول سمنا الانتريو سايز أيضا هذه الخلايا تعرف بالأبزورتب سيرس هي خلايا امتصاصية هي خلايا عمودية طويلة كل وحدة من هذه الخلايا هي تحتوينا على نواات بيضوية الشكل تقع في الجزء القاعدي من الخلية النهاية القمية النهاية القمية تكون لهذه الخلايا تكون مرتبة تعرف بالستراتد تسمى بالمنطقة بما أنه تكون هذه الخلايا مصطفة ومرتبة تعرف بالستراتد المخططة هذه الخلايا تصطف بشكل منتظم وبالتالي تعرف هذه المنطقة بالمنطقة المخططة النوع الآخر من الخلايا الامتصاصية الموجودة داخلها معاه هو القوبلت سير اللي هي الخلايا الكأسية القوبلت سير اللي هي الخلايا الكأسية أيضا هي خلايا هي خلايا معاوية امتصاصية أيضا هي خلايا معاوية امتصاصية إضافة إلى أنه هي خلايا إفرازية تفرز الغلايكو بروتين ميوسين تفرز البروتينات السكرية بروتينات السكرية أيضا تساهم في ترطيب تساهم في ترطيب المخاطر اللي موجود المخاطر اللي تفرز القوبلت سير ساهم في ترطيب التجويف الداخلي وحماية الامعاء أيضا وظيفتها الأساسية وظيفتها الأساسية هي إنتاج هي حماية هي حماية وترطيب الامعاء من الداخل إذن القوبلت سير هي كخلايا معاوية امتصاصية تعمل على إفراز الغلايكو بروتين ميوسين هو البروتينات المخاطية البروتينات السكرية المخاطية هذه وظيفتها هو حماية وترطيب تجويف أو بطانة الامعاء حماية وترطيب بطانة الامعاء واضح شباب هاي النوع من الخلايا واضح عزيزي وواضح شباب هاي النوع الثالث من أنواع الخلايا الموجودة داخل تجويف الامعاء الدقيقة البانتت سيرلز هذه الخلايا تقع في الجزء القاعدي من الخبايا المعاوية أو التجاويف المعاوية هذه الخلايا تقع في الجزء الداخلي من التجاويف المعاوية تقع للأسفل من الستيم سيرل تقع للأسفل من الستيم سيرل الاكسوكراين سيرلز هي خلايا خارجية الإفراز خلايا كبيرة خارجية الإفراز الإفرازات أيضا على حبيبات إفرازية حامضية داخل الساتوب لازم تحتوي على حبيبات إفرازية حامضية داخل الساتوب لازم تفرز التراكيب حامضية لخارج الخلية وتقع ضمن التجاويف للتجاويف المعاوية داخل تركيب الامعاء خلايا البنت سيرلز أيضا هذه هذا أهم ما موجود في الخلايا النوع الآخر اللي هو اللي هو الخلايا المعاوية للغدد الصم خلايا المعاوية للغدد الصم هذه الخلايا تكون عادة موجودة بأعداد أعدادها مختلفة داخل الامعاء الدقيقة هذه الخلايا أعدادها مختلفة داخل الامعاء الدقيقة وهي خلايا إفرازية تفرز الببتد هرمونز الهرمونات الببتد هرمونز كذلك نوع هذه الخلايا الإفرازية هو من النوع المفتوح نوع هذه الخلايا الإفرازية من نوع تحتوي على قمر تفرز مواد أو هرمونات ببتد هرمونز ونوعها هو من النوع المفتوح هذه الخلايا تعرف بخلايا الغدد الصم المعوي خلايا الغدد الصم المعوي إذن الأنواع الأربعة هو الانتوريو سايت والقوفل سير والبنس سير والانتور ديركت سير هذه الأنواع الأربعة الموجودة داخل الامعاء يعني أما أجيب لك فقط عدد لياها أو كل وحدة من عدتين شنو المين المكونة وشنو أهم إفرازات واضح شب واضح عزيزي شكل توضيحي شكل توضيحي يوضح أنه تجويف الامعاء هاي هي التراكيب اللي يسموها بالزغابة تحتوينا على العديد من التراكيب هاي الطياتي الامعاء تحتوينا على العديد من الزغابة طبعا هاي كل زغابة هي عبارة هذا التراكيب هي عبارة عن خلايا عمودية بين مجموع الخلايا عمودية توجد القبلس الخلايا الكأسية هذا الشكل للتوضيح هذا صورة لسلايد أو تحت المجهر الضوي هاي الصورة مسبوغة بسبوغة لهماتوكسين ويتوضحنا التراكيب أو نتوآت اللي تعرف بالفيليا أو الزغابات مغطات طبعا هذي الزغابات مغطات بنسيج مخاض اللارج انتيستين اللارج انتيستين اللي هو الأمعاء الغريضة أو الأمعاء الكبيرة الأمعاء الغريضة هذه تقع الأسفل من الأمعاء الدقيقة تعمل طبعا على امتصاص الكترولايتس والماء يعني أغلب أيونات المعادن أو الأملاح وكذلك العناصر والماء ممكن انه تمتص داخل الأمعاء الغريضة أما الكاربوهيدرات والبروتينات والدهون تمتص داخل الأمعاء الدقيقة مناطق أو أجزاء مناطق أو أجزاء الأمعاء الغريضة هن الأعور هو القولون الصاعد والقولون المستعرض والقولون النازل مناطق الأمعاء الغريضة هو الأعور والقولون الصاعد والقولون العور والفيندكس اللي هو الزاد والقولون المستعرض والقولون النازل هاي الغشاء المخاطي الغشاء المخاطي طبعا راح تفتقر للفيديو الزغابات باستثناء منطقة الركتم منطقة المستقيم باستثناء منطقة الركتم منطقة المستقيم اللي نلاحظ وجود بها الطيات رئيسية كبيرة ثلثة لمعاء الدقيقة ثلثة لمعاء الدقيقة طبعا قطر قطر هذه لمعاء الغريضة من ستة إلى سبعة قطرها من ستة إلى سبعة تحتوي على تجاويف كبيرة أو أكياس تعرف بالأكياس اللي هي الهسترة الهسترة هي تراكيب تسمى الهسترة تراكيب أو يعني تجاويف كبيرة الغشاء المخاطي الغشاء المخاطي الموجود بالأمعاء الغليظة يغطي أغلب الأمعاء الغليظة على طولها وتتميز بوجود تراكيب أمبوبية الخلايا المتصاصية اللي هي تكون كبيرة التراكيب الأمبوبية تعرف بالغدد المعاوية تراكيب أمبوبية تعرف بالغدد المعاوية أمبوبية أيضاً هذه ممكن أنه لاحظ وجود خلايا امتصاصية كما هو الحال في الأمعاء الدقيقة بإعداد قليلة اللي هي هذه الخلايا تكون موجودة ولكن بإعداد قليلة بقية الأجزاء هذا المقطع بقية الأجزاء اللي يتكلم منه عن التجويف الداخلي لمعا والبطان الظهارية والتراكيب اللي ممكن توفر يعني حماية من الهجمات البكتيرية يعني تكلمنا عن التركيب الداخلي للقولون و يعني الطبقات العضلية تكون طولية وعمودية يعني ما ما هل قد مركز عليه فقط جزء هذا المقطع هو ممكن لحد هنا شباب هو ممكن إنه يكون هذا المقطع مهم هذا المقطع ما نركز عليه ما نركز عليه يتكلمنا عن تركيب الأمعاء هو نفس تركيب الأمعاء تحديدا نفس تركيب الأمعاء الدقيقة أيضا يتكلمنا عن الجزء الأسفل الأمعاء الدقيقة اللي يتكلمنا عن القناة الجزء أسفل الأمعاء الدقيقة أيضا يتكلمنا عن اللي هو القناة الشرجية بمسافة ثلاثة إلى أربعة سنتيم ومغطات بطبقة من الخلايا العمودية البسيطة صفق من الخلايا العمودية الظهارية البسيطة وأيضاً تحتوي أن منطقة الريكتم على صفق من اللي هو صفق من الخلايا الظهارية الحرشوفية المطبقة كتركيب نسيجي